أكد رئيس بجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة موقف تنفيذ الثلاثة عشر مجمعا صناعيا بالمحافظات المختلفة وكذلك موقف تشغيلها في ضوء اهتمام الدولة بالصناعات المختلفة وكذلك متابعة تنفيذ المائة إجراء التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي للمائة إجراء الخاصة بالنهوض بقطاع الصناعة وبهود تشغيل المجمعات الصناعية كما وجه مدبولي بتقييم تطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بتحفيز الصناعة وردود فعل الصناع بشأنها وكلف بسرعة ميكانة صندوق الصادرات كما أكد رئيس الوزراء أن أولوية الحكومة في ملف إقامة المجمعات الصناعية هو سرعة التشغيل مشددا على ضرورة تقديم كل التيسيرات لمن حصلوا على هذه المجمعات لسرعة تشغيلها